عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة اليوم جلسة مباحثة مع سعادة سيد مختار تليو بيردي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ونوها سعادة وزير الخارجية بالدور البارز الذي تقوم به جمهورية كازاخستان لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول الأسيوية من جانبه أشهد معالي السيد مختار تليو بيردي بجهود المملكة في دعم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسي وفي إطار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة سيكا وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات وتدارس سبل تكثيف أوجه التعاون الثنائي بينهما والاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية وتطوير علاقات الصداقة الوثيقة بما يخدم المصالح المشتركة كما استعرض الجانبان جهود تعزيز التعاون الأسيوي لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في القارة الأسيوية ودفع مسيرة التقدم والازدهار لخير وصالح شعوب القارة الأسيوية وتم تأكيد خلال المباحثات على همية استمرار التشاور والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي ومواصلة توحيد المواقف والدعم بين البلدين تجاه مختلف القضايا الدولية وفي كافة المحافل الدولية واستمرار تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين وبهذه المناسبة سلم معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازخستان إلى سعادة وزير الخارجية ميدالية مؤتمر التفاعل وتدابير بناء ثقاسيكا تقديرا من رئاسة المؤتمر للجهود التي يبدلها سعادة وزير الخارجية في إطار عضوية المملكة في المؤتمر لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المؤتمر وقد عربها سعادة وزير الخارجية عن الشكر والامتنان لمعالي السيد مختار تيليو بيردي على منحه هذه الميدالية التي ترمز إلى التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة متمنيا للمؤتمر دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة